ترجمة نانسي قنقر وقعها من جانب مملكة البحرين معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وبرنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة السياحة في مملكة البحرين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المجال السياحي ووقعه من جانب مملكة البحرين سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد كما تم توقيعه على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وقعها من جانب مملكة البحرين سعادة الدكتورة الشيخ رانة بن تعيسى بن تعيش أهل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سعادت الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عامل أكاديمية الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومية ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن الشراكة والتعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية ووقعها من جانب مملكة البحرين سعادة المهندس نواف هاشم السادة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سعادة السيد علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية ووقعها من جانب مملكة البحرين سعادة الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنفسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء